لأنه أنا حاولك حاجة أمير الكويت والله العظيم من قبل ما تقول لي أنا عايز أوقف حضرتك فأقول لي ليه ليه أنا أحييك بمعلوماتي اللي عندي أحييك اللي أنت كان ممكن توقف النشاط بقى بالفعل وتضرب كورسي في كلوب وما عملتش لا مش خالف زين لا لي بلدي خط بالك وهقولك حاجة أمير الكويت أصلافش حاجة اسمها توقف أقولك ليه ده فيلم أقولك بقى عشان الراجل كنت في المكتب التنفيذي للتأضام الأولمبي اللي بيصرف على العالم كله وأنا كنت أمين عام للقارة الإفريقية للشباب برياضة الفجم كبير قوي اللاجنة الأولمبية الدولية لها كورسي دائم في اليونيتد نيشن الأمم المتحدة تمام مزبوط مزبوط حيلو كوبمن أمين عام الأمم المتحدة السابق بقى أي دلوقتي رئيس لاجنة القيام في الأمم المتحدة في الأيو سي العملية السياسية بحتى وهنا مش قادرين يستوعبوا للمشهد وقطر بتنفي السياسات بفلوسها وهي نفسها تبقى فوق فأجيب مقرات للاتحادات يعني تضحك على حاجة الله ما سيك بالخير يا دكتور عمارة كان بيدي لكل اتحاد عربي عشر تلاف جنيه خلس سنة يعني لمؤخزة ما يجبوش مثلا ألف دلار أو ألف ونصف وكانوا بيدي للاتحاد الإفريقي عشان أربعة وخمسين دولة إفريقية وقتها كانوا تلاتة وخمسين دولة قبل بسهدان تنقسم بيديهم تلاتين أكس خلس الحمد لله المسؤول الدولة البشواندس خالد النهاردة ما فيش دعم للاتحادات دي خالص فنديها فلوس ليه؟ طيب في المقابل إيه بقى؟ بتدفع بالمليون نص درهم لنقل أي مقر عربي ييجي هناك عنده الكويت الكلام ده لازم يتقلل ناس في مؤسسات الدولة كبيرة الكويت يعني اللي بتقوله ده كلام خطر جدا طب رايحك الكويت أمير الكويت راجل قوي جدا رغم أنه أمريكا لكن أرى المشهد لما حزق لما تم إيقاف الكويت إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ قالك مفيش مشكلة يلعبوا تحت العالم الأوليمبي أصلا مفيش حاجة اسمها البلد مش هتشارك الرياضي وده اللي أنا بقوله للوزير أنت النهاردة بتحارب مش بتحارب خالد زين أو سامح مباشر أو حمد المصري أو علي حصاب الله أو حفظ الغندور ولا وليد عطا ولا فلان أنت ما بتحاربش دول أنت بتحارب أولادك شبابك اللي هم عندهم أرقام وناس ممكن تعمل ترفع عالم بلدها يعني أنا كريس لجنة أولمية مش هارفع عالم بلدي أو أنا وزير اللي حيرفعه ابني شباب أنا فكر لك حوار اللي قلته في الإعلام وقتها قلت حجيب اتسألت في أحد البرامج حجيب كم مدالية قلت حجيب من اتنين لتلاتة ده قبل بعد الخلاء وده اللي حصل جبت اتنين أو تلاتة وانا فكر لجنة لا يا أبا عسلام الشاطر ده مسجل أنا في الأول لما كانت اللي جان شغالة وكان الفريق الأولمبي بتاع قلت القدم وكان حماد المصبي يتولى مناشة الأمور الفنية وكان بتطيرد علي أول بأول وكان عندنا لجان متابعة ولجان فنية وشغل لما أنا سبت وطركت اللجنة الأولمبية السنتين دول الدنيا وقت والفريق الأولمبي طلع وطار 23 مليون جنيه رمو على الأرض وبعدين أنا كنا كتبين بالإحصائية من أساسة كليات تربية في اللجنة التخطيط إن احنا نوصل من 8 إلى 12 ميدالية أولمبيية يوم تسجيلي قبل الأوبين سيرموني قبلها بثلاث يام ليلة صفري لريد جينيرو أنا قلتها مصر لن تحصل إلا من ميدالية 2 إلى 3 ده حصل وده مسجل ده حصل أنا متذكر وعند تسجيل مع الأخ الإزاعي الإعلامي الفقير وسامة كمال هبديك تاريخه أبق اسمعوه كل كلمة قلتها مع الإزاعي الإعلامي المتميز راجل دي أنا بحبه جداً أسامة كمال راجل شخصية عظيمة ومسابلة جميلة وطبعاً أكبر سناً بس أنت هتبقى جميل برضو أشكراً أشكراً أسأل أسمع جيب هذا التسجيل وشوفه شوف أنا قلت إيه مفيش كلمة قلتها ما حصلتش طيب أخلي بالك العمل العام أما بيبقى فيه إخلاص وبتشتغل بكل كورة تشتغل مصلحة بلدك رضي ضميني ربنا وضميني في كل حاجة أنا هقف عند النقاط عشان برضو هعرض لحضرك فيديو آخر حضرتك قلت مفيش حاجة اسمها رئيس اللجنة أولومبية ياخد قرار من نفسه لازم يرجع للناس لازم يرجع للبورت وقفوا كابتن حمادة عن طريق وسائل الإعلام ونفس الفكرة اللي أنت قلت أنا حافظها من غير ما قال لك ما تطلعناهش ورق رسمي وبعد كده كابتن الوزير قال لك لا أقبل الرد قال لك لا أقبل بوقف كابتن حمادة الله لا بقى ده ما عليش يعني فيه مثلا بيتقال إيه في الوش مراية وفي الأفاس اللي يحضنك ورقك بسكين أفضارك إحنا ده السياسة طيب يبقى 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 حضرت كمان من دمن الحاجة التي قلتها موقف الأهلي سليم مية في المية يعملها يوم يعملها يوم يا حبيبي كل أندية مصر وكل ما نعترض على هذه اللايحة الاسترشالية عندي جواب موسق من الأسوف بتوقيع فو يا عبد عزيزي يا غنيم وانت تعلم وشامحطة بيعلم عدم تدخل اللجنة الأولمبية في وضع أي لوائح أو المشاركة في كل اللجنة الأولمبية اخصاصة معروف تنظيم الدورات المجمعة بس طبعا تنظيم الدورات المجمعة مسؤولة عن الاتحادات أو الاندية ولا الاتحادات بس النادي يعني أنا ما عليش يعني النادي زي ما عليش أنا برضو هتكلم على برضو نادي زمالك عشان النادية برضو النادي زمالك ونادي الأهلي من النادية الكبيرة اللي بتطلع تفريخ للمنتخبات القومية والنادي الأهلي في الرياضات المجمعة متميز الى حد كبير فأنت القلعة دي ما تهزهاش إداريا وده اللي أنا بقوله يعني ممكن يبقى عندها قطأ أنا أغمض عيني سنة عشان تمشي عشان حفظ على المؤسس عشان حفظ على المؤسسة وحفظ على الإنجاز لأن الإنجاز دا إنجاز دول الإنجاز دا أنا بنقوله إن الرياضة دا ما عليش أصلت بتقول حاجات لازم أوقفك اللي أنت أول أول اللي أنت حاجة بتقول لي أول ما دا رجل السياسة الفاهم ما عليش في رجل سياسة وفي رجل بيخلص بيصف حسابات ما احنا بدأنا في المشاكل لما جيبنا الرياضي لما كان جيبنا الدكتور عبدالحة جمال الدين لما جيبنا عبدالحة عمارة متميزة دكتور علي الدين هلال وكان عميد كوليت سياسة والاقتصاد متميزة لما جيبنا البلتاجي متميزة لما جيبنا أنا سلفية كانت متميزة بدأ الخلل هنا لما جيبنا أولاد الأندية وده اللي أنا بقوله يعني إحنا زماهم واللي عايشين يفهموني أيام دكتور عمارة جيبنا اثنين قمم في نادي الأهلي ونادي الزمالك الدنيا ولعت في اتحاد الكورة والقرار اتلاغ واللتنين قمم ده قمته في نادي زمالك وده قمبة في نادي الأهلي والدنيا ضربت في بعضها طب حرجع حرجع فاللي أنا عايز أقوله أن أولاد الأندية بيشتغلوا بتصفية حسابات لما جيب إنت راجل من بره هذا القطاع بيجيب راجل أستاذ 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 خد بالك أنت عندك قطاع شبابي القطاع الشبابي ده أنا بقوله يعني إذا كان عند أيام سيد الرئيس الراحل عبد الناصر كان فيه نظام الطليعي اللي طلع منه حسين جبهاء الدين وطلع منه فروح حسني وطلع منه مفيد شهاب وطلع منه قيادات دولة اتعامل نظام بعد كده هذا النظام هو نظام حورس كانت مؤسسة انضربت وتعامل جيل المستقبل وإحنا بنقول إيه إحنا إحنا عايز تجيب النجوع وتجيب أنا كنت مسك الشرقية وكان عندنا شباب متميز وكنا منعمل قطر جنوب الوادي وانطلع أمام أسادس الجامعات عشان تديلوا انتماء للأرض وللعالم ويعرف طريقه في الأقصر وأسوار وكنا عاملين تعاقدات مع الدول أيام عبد من عمارة مع احترامي وأخويا وأستاذي أولادنا وشبابنا في الكشفية كانوا بيطلعوا لتبادل الكالشر يطلعوا في أوروبا ويطلعوا في الدول العربية ويخلقوا صدقات لنه من بعض الشباب وكان فيه تنظمات جميلة وكان المسارح القومية كلها أيام فاروق حسني الله يدي له الصحة كان كل المسارح القومية دي بيخشوا فيها أبناء الجامعات ببلاش فأنت أنت مش قادر تدي كل حاجة للشباب لكن إيه دي للشباب قمتوا قمتوا في إيه أنه يلاقي أن الدولة مهتمية يبيب نحبسه نحبسه لا 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 ما فيش الحمد لله الزمن ده جميل اللي بيتجاوز وبيخطأ على الخط لا يأخذ على دماء خلينا ماشيين نحفظ على الدولة أنا معاين أنا معاين لكن اللي أنا عايز أقوله أن كان فيه نظام جميل أنت بتشدي فيه شباب دولة فين الكلام ده دلوقتي طب سؤال الرياضة ترجع للخلف لا أهما فيش رياضة وأنا هتحد يعني ما فيش رياضة يعني ما فيش رياضة علاقات دولة قويسة لا وعنده علاقات عنده حسن مصطفى ربنا يديله الصحة ويخلهله يعني 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 لا أنا علاقاتي الدولية من مناصب الدولية اللي أنا كنت فيها أو حياتي لكن ما بخدش علاقتي بعلاقتي بيك أنا بعمل علاقتي بدراعي كراجل بطل كراجل مشارك في إفريقيا في كذا في كذا في حاجات دي كلها فأنا الحاجات دي تفرق إنك بتعمل علاقة يعني أنا في التحاد دولي بين أنت مقدم على كذا بيديلس الفايل بتاعك حاجات مهمة فأنت ليك تقل دولي مطلوب يعني أنا ما بيتقليش اللي اسمه المستشار